هذا وتشكل قمة جدة للأمن والتنمية أهمية قصوى لتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية والتشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي نعم جمال حيث تأتي قمة جدة للأمن والتنمية في توقيت مهم للتعامل مع عدد من الملفات الاستراتيجية التي تشغل العالم على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة بأسرها أحداث ومتقيرات متسارعة في مختلف المجالات وفي الوقت الذي تشتهد فيه الدول لكبح تفش الجائحة العالمية والوقوف أمام تداعياتها المختلفة للنهوض بمسيرتها الاقتصادية كسابق عهدها وسط هذه المعطيات والمجريات تأتي قمة جدة التي تعنى بشكل الرئيس على جانبين متكاملين ويشكلان أرضية خصبة لتطور ونهضة الدول وهما الأمن والتنمية قمة جدة للأمن والتنمية التي تشهدها أرض المملكة العربية السعودية تأتي بدعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق لتطوير الشراكة وتدعم أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة إلى جانب تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي هذه القمة التي انتظرها العالم تشكل بريقة أمل وفرصة للتأكيد على قوة علاقات هذه الدول مع بعضها لتقديم كل ما فيه خير وصلاح وسلام لشعوب وأرض معمورة حيث عرضت هذه القمة على طاولتها المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمواقف الإقليمية والدولية بالإضافة إلى تعزيز مسيرة العمل المشترك بجوانبه السياسية والأمنية وسبلي توسيع التعاون بين الدول فيما بينها لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه وغيرها من المجالات والحفاظ على انتاج النفط وسلامة مروره والتوصل لقواسم مشتركة ترضي كل الأطراف في إطار منظومة هدفها السلام والرخاء في المنطقة والعالم فالأمن والتنمية التي تنادي بهما قمة جدة تؤكدان إن المنطقة مقبلة على نقلة نوعية في هذا الاتجاه بشكل خاص لإرساء دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين الدول لخلق عالم يسوده الأمن والتنمية على الصعود كافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر